طيب ليه الاهلي بقى الفترات الاخيرة دي كلها ليه التحول اللي حصل في الاهلي في الموسم بداية موسم جيدة جدا وفجأة تحول الموسم تماما بالنسبة للنادي الاهلي واصبحت النتائج كلها مهتزة من بداية من خصوية نهاية دورة ابطال افريقيا بعد كده كاسم مصر بعد كده اللي بتعاد شوية عن المنافسة في الدورة الممتاز كل الامور دي اللي حصل زي النقلة اللي هي من اقصى اليمين لأقصى الياسور دي حصلت بس انا بحب انا بقى اتكلم احب اتكلم عن زي بيقوله الصورة الكاملة ايوه البيك بيكتشر ايوه البيك بيكتشر بتاعتنا اللي هي الاندية الكبارة عندنا زي الاهلي الزمالك والاسماعيلي ومصري والاتحاد مثلا بيت الاندية انا الشركات دي معرفهاش حنقول ان دول كانوا دول كيانة دوري من سنين طويلة الاسف الاندية دي احنا بنكلم نادي الاسماعيلي بيصرع الهبوط كل سنة يعني موضوع صعب جدا يعني اسماعيلي يعني ده بطل افريقيا واللي كان يعني اشوف طلع نجوم عاملة ازاي يومنا في ستالة دائما للأهلي والزمان اه واللي كان بيفرغ لعيبة يعني القوامل اه قوامل فرقة النادي الاهلي اللي خدت الدوري مثلا مع جزيلا هو تجيل ده كلهم اقتراتهم من الاسماعيلي اللعيبة دلوقتي اللي غد بتلعب دلوقتي كلهم نشئين اسماعيلي فحتى الانداجة مهرية دلوقتي ما بقاش عندها قاعدة ناشئين تطلع زي الاول الاهل اللي ما بقاش يطلع ناشئين زي الاول تحسب لنادي الزمالك انه طلع ناشئينه على مستوى عالي ودول اللي سندين الفرقة دلوقتي بشكل كبير اللي بقى كلهم من برة يعني ربت الزمالك اقترتها مش مش مصريين اللي هم مسكين الفرقة وقوام الفرقة طلع معهم طبعا الصغيرين فخلينا نتكلم ان احنا المستوى اللاعبين المصريين بسبب سوء القطاع الناشئين والقطاعات الناشئين والدوري الناشئين تحت ونبصش اللي بس للدوري اللي فوق على مدار سنين ده لازم تبقى نتيجة بتاعته في الانداجة الكبيرة وفي منتخب مصر برضه عشان منقولش ما نبقتش وننسى منتخب مصر ان احنا في مشكلة كبيرة جدا منتخب مصر وده كانت النتيجة الطبعية بتاعتها فده نتاج سنين طويلة قوي مش نتاج موسم حصل صعب جدا تقول ايه ان الاهلي اللي حصل له فجأة لأ هو كمسة مشاكل بقلو كذا سنة ولكن احنا عندنا لما بنكسب حاجة بننسى المشاكل الحاجة حقا انا شايف انه الاهلي اللي بيحصل في دلوية ده نتاج لسنين كتير فاتت طبعا كتير ولا قليلة لا كتير كتير جدا مقطع النشئين وفترة طويلة جدا الاهلي مش مقطع النشئين وحش جدا ما قالوا كذا سنة وفي الانداجة الكبيرة زيانا بقولك فبقت الكلام بتاعت اللعيبة حتى اللي موجودة في الاهلي وفي الزمالك وفي الابا عمتا كلها قليلة جدا انا طبعا قاسف نا بقول كده ولكن في الاخر احنا بنتفرج على مطشاط مطشاط مفروضة بلعبة كبيرة ولعب مطفوعة فيه ارقام كبيرة جدا وبيقولوا انه فيه احتراف وفي الاخر بتلاقي ان المستوى المقارنة بالفلوس او بالارقام مش متساوي ارقام كبيرة جدا ارقام كبيرة جدا فانت بتسمع ارقام 20-30 مليون جنيه في الموسم فانت بتقول اللي 20-30 مليون جنيه في الموسم ده معناه انه هو لعب كبير جدا طبعا بتستنى لعيب قوي جدا بيقديلك اداء مميز جدا يبقى مميز مش مجرد اداء كويس مميز وفي نفس الوقت تسابط طول السنة وبيفيه منتخبه بنفس المستوى زي الفرقته زي في النادي وده اللي بيحصل برا انت لو ممكن تلاقي العيب جامل جدا في نادي ومع فرقته مع منتخب بلاده بيبقى مش بنفس المستوى يعني صعب جدا قليل قوي اللي بيحصل فاحنا عندنا هنا المشكلة في الحتة دي احنا عندنا مشكلة فدي لو ما تحلتش احنا راحين في مشكلة كبيرة وواضحة احنا مش لسه احنا هنروح في مشاكل اكبر من كده بكتير مشاكل اكبر الموسم الجاي لان انت عندك لخبطة رهيبة لخبطة ادارية رهيبة طيب انت حرارك لو انت شايف حلول للسنة الجاي او الموسم الجاي شايف الحلول ايه الحلول ايه السريعة انا دائما احب اتكلم على حلول اكتر اه حلول سريعة لازم تغير كل النظام لازم تحط سيستم اول حاجة تحط سيستم للدوري بتأجيلاته اللي بتحصل الغريبة وتغيير المطشاط وتغيير الملاعب في اخر لحظة هنجيب حكام اجانب لا مش هنجيب حكام اجانب الدوري تأجل عشان ده مش عايز يلعب قبل ده وده مش عايز يلعب قبل ده 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 كلام فاضي ده معنى كده اني مفيش حد ماسك مفيش حد ماسك مفيش حد مفيش سيستم حتحسب الناس ومفيش سيستم ازاي صح مفيش حاجة يعني ايه دوري داخل في دوري وانت لسه ملعبتش يعني ايه فرقة احنا مش عارفين مين حيروح يلعب يمسل مصر في البطولات برة يعني ايه كلام ده بعد كده جايين نتكلم في الفنيات اللي جوه الموتش طب احنا سيبين السيستم الاساسي اللي هنلعب بالموتش اصلا صح ومسكين في حاجات صعبة شوية صح مسبة للحكام لو هتتصير حسرته عشان انا شفتك انت تتكلم عوضاء الحكام يعني انا عارفيني في مشاكل جمدة جدا في قصة الحكام مش 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 في قصة الحكام بتاعتمها طبيع جدا وهيتأثر لو هو مش واخد حقه كويس جدا لو هو مش واخد على نظام الفار ده محتاج محتاج تدريب قوي جدا صح تمام لو ما عندكش كده اعمله الكتروني ها وما حدش يقول ما فيش فلوس هنا عشان قصة ما فيش فلوس دي ومحنا يعني الموضاع ده يعني ايه الكتروني يعني لازم يجيب الفار يبقى السيستم محطوط بحس ان الحكام يبقى حاجة فيه بسيطة قولة نجيبه فجأة برضو ما هو اي حاجة مش محضر لها هيحصل لزيما بيحصل فينا كده ده دكتور تكلم مثلا مدارب عايز عايز دكتور نفساني صح احنا طبعا نكلم مدارب ده دكتور نفساني لا 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 ده مش ده مش تابعنا هات انت على حسابك موضاع تهريك برضو يعني في العالم كله من عشرات السنين ده اساسي لان انت في الاخر اللعيب ده بني ادم مش ربط يعني وده حصل مع الكابتر العاب جلالي لما يجيلك مثلا لعيب مثلا كان عنده خسران مثلا مع الزمالك لعيب خسران دول عبطال تستلعب بقى كمدارب منتخب انت واخد لعيب منتهي فانت مش طعب تستلعب به فهي منظومة كاملة لو موضاع كاملة دي مش محطوطة خلاني نتكلم بجده ما تقدرش تحاسب حد جوا الحكام انا عارف ان فيه من فترة طويلة كان فيه حكام لسه ما اخدوش فلسة من بقى تلاتة ربعة شهور بقى هتحاسبه ازاي يفض دماغه ازاي وبياخد كامة اساسي مع احترام يعني حكام بالنسبة للعيبة وبنسبة للإداريين وبنسبة للبرامج وبنسبة لكلها وعلى هو متفرق فتلاقي حضرتك اللي قاعد في الاستوديو مع احترامي طبعا لي قاعد بينظر على الحكم طب مش تحطون في نفس السلة مع بعض الاول وبع كده انا برضو غزبا عني انت حالك باللقتي مدير في الشركة تمام وجي موظف عندك غيرت غلطة كبيرة وقال لك معلش اصلاح باخد فلوس قليلة تقول له ايه وبساطة معلش انت انا مرتضيت مبدايا واحد انت حقق بس ارتضيت ده مش معناه انك تعمل لي كارثة مين قالك انا مرتضي حتى لو مش راضي حتى لو مش راضي مش هتحزبه يعني لو عمل كارثة حزبه طبعا بس الحساب هنا مش هيبقى حقيقي اه متقداش هتحزبه في الاخر فهناك بتكلم في كده يعني عايزين نحل بجد اولا هندي حوام بنج عايز ندي حوام بنج حوام بنج زيما جبنا اهاب جلال مسك ماتشين وراحنا شايلينه مشيناه خلاص هو المشكلة لا مش هو المشكلة المشكلة في اللي خد قرار انه يجي ومشكلة في اللي خد قرار انه يمشي برضه يعني اللي جابه فاهمه اللي مش فاهمه انا اسف جدا فهي نفس القصة حط سيستم حط سيستم لقطاع نشيين ملاعب النشيين الدورات اللي بيلعبوها الاحتكاكات اللي بيعملوها من النشيين عشان تقدر بعد كده تطلع لفوق بعد كم سنة يبقى عندك كوادر زي كوادر في اي مجال فالرياضة اللي بقى تصنعها صحيح قصة انه احنا بقى نتأثر بالجمهور بقى قوي وانا بيش دعب بالجمهور الجمهور يقول لي هو عايزه الجمهور ده متلقي عايز يتفرج عايز يخش يكتب كلمة كويس عايز يخش يكتب كلمة وحشة هو حر لكن انا مش حامش ولا سخفت الجمهور مزبوط وانا قسف ان الجمهور طبعا غزبا عنه الجمهور دلقيتها هنتكلم اللي هما بيروحوا الاستاد اللي بدأوا يروحوا الاستاد طبعا مؤخرا او اللي بيخش على السوشال ميديا عندهم قد ايه عندهم كم سنة هم نتكلم من يعني من 16 او من 14 سنة حد مثلا 30 سنة حلو جدا احنا بعد 2011 الحمد والله ما عندناش دورة اساسا ما عرفوش حاجة اسمها جمهور ما عرفوش حاجة اسمها جمهور يخش الاستاد فهو حرام طالعين فاهمين ان هما فاهمين وده غزبا عنهم ومقتنع جدا انا فاهم لان هما قاعدة على عائدتهم احنا فاهمين فكور عارفين اللعيبة وعارفين حصل ايه وعارفين بيحصل ايه فبدأ يتكلم وهو مش عارف ما يعرفش اساسا الاستاد ايه فاهمة لسه راح لاستبقاله سنة صح فانت المنظومة كلها فانمقدرش حاسب مقدرش حاسب حتى الجمهور اللي بيتقولوا ده ولو انا اتكلمت هيخش مسلا يقول علي ده راجل مش فاهم حاجة لانه متحمس شاب لسه صغير فاهم انه هو فاهم ودي مشكلة كبيرة جدا بس مشكلته هو مشكلة نحن صحيح مشكلة كبيرة وعمل سيستم كله سيستم كله للأسف فاكترحت تبص تبعينين قضية ده نارده وكلهم صح هيا هتخدها كلها لبعض ما تخدهاش لبعضها صعب طب عايز كلمك تحديدا فيما يخص موضوع قطاع النشئين هو الازمة فين عندنا في النشئين دايما اصلي زي ما انت قلت كده احنا ممكن نقول عناوين انه فيه ازمة في النشئين طيب هي الازمة فين ونحنا لانديه كلها عندك قطاعات نشئين وفيه لعيبة زرائلة بتلعب طيب هما دي بقى بيطلعوش كويسين طيب خلينا نكلم بصراحة ولا نمو اخي كلام نمو اخي كلام شوية النشئين عمتا دلوقتي بقت كل الانديه عاملة اكاديميات تمام صح الاكاديمات دي بقى بديرة الكارسة الاكاديمات بقت بفلوس يعني اختار النشئين حاجة والاكاديمات حاجة تانية عشان بتدخل فلوس كتير جدا مزبوط وكل دلوقتي ما شاء الله يعني احنا مئة مليون هتلاقي مثلا تلاتين اربعين مليون عايزين ولادهم يطلعوا لعب الكورة كل عايزين هو يدهم محمد صراح بالزبط طب هيعمل اي حاجة عشان ابنه يبقى لعب الكورة صح تمام الاكاديميات دي والملاعب اللي اتعملت الحلوة والفي النشئين ويروحوا يقفوا بقى والبسوا لبسة حلوة اوي جميل حلوة اوي انت بقتش تدور على اللعيبة في الاماكن اللي هي فيها لعب الكورة في العالم كله الحقيقيين اللي هم زمان كانوا بلعب في الشارع دلوقتي مفيش مكان في الشارع تلعب في كورة اساسا فالقاعدة دي بقى مش موجودة ومش قدها تروح اكاديميات مش قادر اللي هم نتكلم فيه ده اللي هو ممكن بلعب حال في الشارع او بلعب في الشواطئ او بلعب في طراب مركز شباب مش قادر روح مركز شباب اصلا كمان اعشي انت بتروح تدور عليه فين بلعب في زي بقول كده في الجرن بلعب في حتة رملة في المحافظات وفي القرى وفي النجوع وده اللي بيحصل ده الموهبة اللي هو ربنا خره موهبة الموهبة الحقيقية اللي موجودة اساسا عندنا او زي بلاد كتير كتير زينا زي في افريقيا صح وزي في امريكا اللاتينية مزبوط ودول اللي بيصدروا للعالم كله صح انت بقى نقلت بقى قطع النشقين انه هو ملعب ولبس وتدفع مية جنيه او خمسين جنيه وده جا كل كويس هطلعوا لإيه النشقين طبعا كل ده الموهبة الحقيقية مش موجودة راحت مش عندك مش حافية فين تاني حاجة اللي جولك دول كلهم آآ علشان بقى يخش يطلع من الاكاديمية يخش اخطاع النشقين لازم له وسطة ايوا عايز وسطة صح او عايز يدفع فلوس يعمل اي حاجة ان ابنه يطلع يبقى في الفرقة ويفضل يعمل كده عشان يفضل مخليف الفرقة لغاية ما انت هنا الموهبة الحقيقية راحت منك بقى موجود ايه اللي ممكن يبقوا لعبة كورة اللي ممكن بتعلمه من الاخر التصنيع فبقى عندك والتصنيع مش حقيقي لان طبعا المدرب اللي بيسمح لنفسه او قطاع النشقين بيسمح لنفسه نجيب قطاع مدربين بيقبل الوسطة او بيقبل اي حاجة تانية غير الوسطة انه يدخل لايب عنده بالمنظر ده فاكيد مش مدرب كورة صح وان كان اسم حتى اكيد مش مدرب كورة فوغير امين فانت في الاخر هنا الكواليتي بتاعتك راحت فين القماشة اللي حتصنع منها اي حاجة مش موجودة فبقى بعد عشر سنين مثلا طبيعي جدا تلاقي ان احنا شايفينه ده ان الاسماء الكبيرة جدا اللي هو ارقام كبيرة جدا دلوقتي ونجوم ده اخر الكواليتي بتاعها مفيش حاجة عنها والحقيقية مش موجودين الى اللي عايز بقى يلعب بجد اللي بيقدر بقى ان يصفر ابنه زي ما احنا بقى متجيب اللعيب بعد ما يطلعوا وقال لك ده فيه لعيب بلعب بره في برشلونة ده فيه لعيب بلعب بره في بتاعه وده اللي طلبهم فيتوريا تعايفين ان فيتوريا طلب كده فعلا قال لك هاتلي بقى الاسماء المصيرين اللي موجودين في روح محاتش عارف عنهم حاجة محاتش عارف عنهم حاجة ده بقى اللي سافر قال لك لا انا سيبك ما الكلام ده انا حقدر ادفع هنا ولا اشوف وسطة هنا ليه انا حصفر ابني بره يلعب كرة بجد بقى ويزبط نفسه